بس رح أسوى شير أستاذ إذا تسمح سأخذت حقيبة على التويتر من عند الأستاذ عادل صالم باريون ممتازة جداً طبعاً أنا وضعتها لهدف لأنه صعب أن أفتح برنامج الزوم وهو مفتوح أصلاً فما رح نقدر نشرح عليه بطريقة عملية وإحنا يعني أصلاً داخلين عليه النقطة الأولى بس حبيت اللي أتكلم عليها قبل ما نبدأ في الشارح المفترض أن نحن يعني كل شخصية موجودة معاني الآن عندها جهازين جهاز تستمع من وجهاز تطبق عليه لأنه ما رح تقدر تطبق على نفس الجهاز وهي داخل برنامج الزوم إذا تبغي تستفيد يعني المفترض أن أنا بلغتكم من قبل بس معذرة يعني غفلت عنها النقطة الآن لما نجي رح نحمل برنامج الزوم أول شيء رح ندخل على الموقع حقهم مثل ما أنتوا شايفين على الشاشة عندكم هنا أعتقد أنه ظهر عندكم الشاشة صح؟ نعم وابحة أستاذة بس هنا عندك على اليسار أستاذة في على اليسار جذب مظلم لو منش لو منه على اليسار على اليسار ما عندك شاشة لأ أنا شوف الشاشة أنا شوف الشاشة كاملة حتى على الزوم الزوم الثاني وابحة ممتاز خلاص إذا وابحة تمام خلاص توكّد على الله تمام الآن مثل ما قلنا في البداية إما أن نحن رح نحط اللي هو Httbs اللي هو نقطتين double slash zoom.us أو إن اللي هو نكمله ب يعني بمجرد أصلا ما نضغط على هذي اللي هي zoom.us رح يطلع عندنا برنامج الزوم إذا طلع لنا برنامج الزوم في أيقونات عندي رح تكون من فوق ومن ضمنها أيقونة sing up مباشرة أنا أضغط على هذي الأيقون إذا في نقطة مواضحة وأنا أشرح أي أحد عادي يفتح المايك ويسأل أو إنه يكتب في الشات وإن شاء الله ملكهم لك الخاطر طيب رح أضغط على أيقونة sing up لأنها مثل ما قلت لكم أنا رح تظهر عندي أيقونات ثانية مش فقط هذه الأيقونة فأنا أضغط من ضمن الأيقونات رح يطلع عندي الhost رح يطلع عندي sync up رح يطلع عندي join a meeting فأنا أختار أيقونة sing up إذا ضغطت عليها رح تظهر عندي هنا مثل ما أنتوا شايفين هذه الأيقونة ورح تظهر عندي هذه الأيقونات أنا ش رح أسوي؟ أنا عندي إما أن أنا رح أدخل على الإجتماع أو أن أنا أبغى أنشئ حساب طيب أنا أبغى أنشئ حساب أصلاً أنا ما عندي حساب حق الزوم إذا ضغطت على هذه رح أروح معلي أضغط على ثواني بس لحظة أوريكم الأيقونة الثانية هذه ممكن تكون لكم أوضح أيوة هنا الآن عندنا هنا شفتها هنا sync up أو sync in ندخل الآن بمجرد ما أضغط عليها رح أروح وأحمل برنامج الزوم إذا أنتوا شايفين هنا الأيقونات اللي تحت عندي هنا أكبرها لكم الشاشة شوي هنا download بمجرد ما أضغط عليها رح يتحمل عندي برنامج الزوم حلو؟ الآن هنا رح يطلع عندي رقم الإصدار اللي أنا بحملة الزوم فيه طبعاً هو إذا أنا حاطة تحديث تلقائي كل فترة رح يتحدث الأيقونات اللي الآن رح نشرح عليها في أيقونات ما هي موجودة حالياً وفي أيقونات ما زالت موجودة وفي أيقونات تغيرت لأن مع كل تحديث يصير في بعض التغيير لكن الأشياء الأساسية ما زالت مثل ما هي طيب أنا الآن ضغط وحطيت اللي هو على download وحمل عندي الآن قبل ما رح يحمل رح يطيني هنا حسابي في جوجل أنا لازم إذا أنا أبغي أحمل البرنامج لازم يكون عندي إيميل رح أحط إيميلي هنا إن شاء الله واضح عندكم رح أحط الإيميل هنا وأضغط عليه أختار اللي هو الإيميل اللي عندي وخلي continue عساس أن يكمل عندي التحميل بمجرد ما يكمل التحميل بمجرد ما يكمل التحميل أنا رح يظهر عندي خلاص الآن هذه الواجهة الجديدة حق الزوم اللي رح تظهر عندي على جهاز اللابتوب طبعاً أتكلم إذا ظهرت هذه الأيقونة مثل ما أنتوا شايفين هنا رح يكون عندي عدة اختيارات أول شيء اللي هو أني أنا أشغل الفيديو أني أنا أشغل مثلاً الكاميرا أني أنا أشغل الصوت أني أنا أدخل أكون داخل الغرفة ويكون هالشيء ذي مفعل عندي طبعاً هذه الأشياء اللي أنا أتكلم عليها موجودة كلها في أيقونة اسمها في الإعدادات هذا المفترض أني أنا أول ما أحمل الزوم وأثبت عندي أني أنا أروح عند هذه الأيقونة الطيب وأخذها وأفعل هذه الأيقونات إلا أنا بحاجة لها يعني مش كل الأيقونات أخذها وأفعّلها لا بعض الأيقونات أنا يعني مثلاً مش بحاجة لها مثلاً الآن أنا رح أدخل مثلاً على مجتمع مثلاً مثلاً ما قالت الأستاذ أخلود رح تعطي مثلاً درس ديني فما تبغي مثلاً واحدة مثلاً من الأخوات يعني تنفتح عندها الكاميرا بالغلط فأنا من الأساس أنا أقفل عليهم الكاميرا فهم لما يدخلون خيار الكاميرا أصلاً ما رح يكون ظاهر عندهم أو أنه أنا لا أخليه مفتوح يعني بعضهم مثلاً يدخل عندنا في الزوم يكون أساساً من إعدادات الزوم اللي هو حطها أنه ما يطلع الصوت فهو يدخل من غير صوت فيظل يعني أنه يقول أنا أحاول لكن ما في عندي الأيقونة لأن أنت من الأساس أصلاً ما ظهرت هذه الأيقونة أنت حطيت عليها سكب فخلص ما رح تظهر عندك لازم ترجع هنا على أيقونة الستنغ طيب وتفعل هذه الأيقونة علشان تظهر هنا مثل ما إحنا شايفين عندنا أول شيء عندي هذا حق لو أبغى أنا أرسل ملفات طريقة الدخول كلمة السر حق القاعة أبغيها موجودة أو لا أن أنا أبغى أسوي مشاركة للشاشة الآن مثلاً مثلاً ما إحنا شايفين نصات زاكي عاطينا إنه سماح أن نحن نسوي مشاركة للشاشة فموجود عندنا الخيار لكن إذا هو لا ما عطانيها ما نقدر إلا هو فقط اللي يسويها عندنا هنا تقسيم الغرف هذه نقطة جداً جداً جميلة للي يعطي يعني دروس مثلاً تبع المدرسة أنا أشوفها تبع المدرسة أو حتى بعض الدورات مثلاً أنا أسأل سؤال وما أبغي مثلاً الكل يشوف إما أن طبعاً رح أخليهم على الشات ويرسلون لي أنا فقط الهوست مباشرة أو لا إن أنا أوزعهم في غرف في فصول كل مثلاً خمس طالبات أنا أقدر أحطهم في قاعة البقية ما يشوفونهم ولا يسمعونهم ولا يشوفون شنو النقاش اللي يدور ما بينهم علشان حل السؤال أنا فقط اللي أشوف وأسمع يعني حتى الطالبات ما يدرون أنا الآن موجودة في أي قاعة من القاعات هذيلا أو الغرفة من الغرف هذيلا فقط أنا اللي أشوف وأنا اللي أسمع وأنا اللي أقدر أشيك عليهم هم فلن جرسين يحلون السؤال يتناقشون في حلة أو لا لكن هذه الأيقونة طبعاً يعني تتفعل بفلوس مش مجانية نرجع على ما علي مرة على هذا الحقيبة ومرة الثانية لحظات طيب الآن رجعنا أنا حتى سويت الإعدادات وجهزت أموري كلها مثل ما أنتوا شايفين هنا أنا أنشأت الآن رح يظهر عندي في البرنامج هذه الصورة اللي أنتوا شايفينها عادة أن تظهر عندكم على الجوال صح؟ أخوات معايا معاش سيدة ليلى تمام الآن مثل ما قلنا رح تظهر عندي على أيقونة الجوال أو على أيقونة اللابتوب هذه الأيقونات اللي احنا شايفينها هنا اللي هو نيو ميتنج أنا اجتماع الآن أبغى أسوي ما رح أنتظر يعني أنا مثلا عندي اجتماع طار مثلا الآن أستاذ زكي قال الآن أبغاكم في اجتماع في نقطة مهمة رح نشرحها علشان دوره علشان كذا فهو رح يضغط على هذا الاجتماع ما رح يكون معدلة سابقا ما في ترتيب حق وقت ما في ترتيب حق يعني من كم رح يبدأ من كم رح ينتهي لا على طول أضغط هذه الأيقونة ورح ندخل على طول الاجتماع رح يرسل لنا الرابط وندخل على طول في الاجتماع عكس لما مثلا أنا أضغط أسوي اللي هو أنا أعد يعني الاجتماع كامل إنه الساعة كم رح يبدأ الساعة كم رح ينتهي شنو الرقم السري للقاعة شنو الرقم الغرفة شنو أي يوم تاريخ كلها رح أهاضي من سكيجيول شير سكرين طبعا مثل ما احنا نعرف عشو مشاركة شاشة جوين هذا إذا أنا عندي رقم القاعة وأبغى أدخل للقاعة مباشرة مثل اللي احنا أرسلناه لقم رابط أرسلناه وموجود فيه رقم بمجرد ما تدخلين هذه الأيقونة الجوين وتضيفين الرقم حق القاعة وتضغطين اللي هو جوين خلاص رح يدخل موج تدخلين القاعة إذا هو ما حط عليها رقم سري إذا هو حاط عليها رقم سري لا رح يطلب من عندك بعد تحطين الرقم السري طيب الآن أنا أبغي أسوي اجتماع حق مثلا معلمات روضة أو معلمات النادي شو رح أسوي أول نقطة رح أجي على الأيقونة اللي انتوا شايفينها هنا سكيجيول طيب أضغط على هذه الأيقونة بسكيجيول وأجي إنشاء قاعة تدريبية جديدة وجدولة المواعيد طيب نروح يا حق هذه الأيقونة ندخل عليها ونشوف شو رح نسوي في الداخل شفتها؟ هذه الأيقونة هنا هذه السكيجيول أول ما أدخل عليها رح تطلع عندي شاشة مثل اللي انتوا شايفينها هنا طيب إذا ظهرت عندي هذه الأيقونة أنا الآن أبدأ وأعد الخطة اللي أنا أبغي أو الدرس اللي أنا رح أقدم أول شي هنا العنوان شنو رح أحط العنوان مثلا؟ نحن مثلا الآن تدريب على برنامج الزوم أكتب هنا طيب أي يوم؟ أنا هنا رح أحطها مثلاً يوم عشرين عشرين بالقعدة ثلاثين يونيون وأكتب أحطها هنا طبعاً فقط أني أضغط رح تطلع عندي خيارات كثيرة أختار منها اللي هو اليوم والتاريخ وأجي هنا الساعة كم أبغى؟ عشر ونص الصباح تسع عشر أحد عشر في الليل التوقيت اللي أنا أختاره رأكتبه هنا طيب هنا المدة مدة الاجتماع هذه ساعة ساعتين ثلاث أربع عشر كم مدته؟ لازم أكتب كم الساعة وكم دقيقة رح يأخذ طبعاً لو أنا يعني اخترت هذه التوقيت خلاص بمجرد مثلاً أنا الآن حاطت مثلاً ثلاثين دقيقة بعد الثلاثين دقيقة مباشرةً رح يدفل برنامج الزوم على جميع اللي في القاعة كل اللي في القاعة رح يطلعهم ويكفل البرنامج حطيتها ساعة نفس الشيء حطيتها يعني بمجرد ما ينتهي الوقت اللي أنا وضعته رح ينتهي خلاص يقفل البرنامج ويطلع كل اللي في القاعة لكن إذا أنا مثل قبل شوي الأيقون اللي وريتكم إياها نيو ميتنج دخلت عليها أنا ما حددت فيها وقت أنا ما حددت فيها وقت أقدر أضل مع مثلا مع صدخلود مع سبانورة أي أحد موجود معي أضل معه في الاجتماع إلى أن أنا يعني يقول خلاص انتهينا وأضغط وخلاص أطلع اللي في القاعة وأطلع لكن إذا أنا لا من جدول اجتماعي من قبل التوقيت اللي أنا حطيته رح يبدأ من يعني من التوقيت اللي أنا وضعته إلى التوقيت اللي أنا انهيته فيه حلو واضح واضح يا صبايا واضح أنا بغضعت تم الآن إذا أنا طبعا هذه الاختيار أنا يعني أقدر أختاره وأجدول إذا الزوم عندي يعني شوي مفعل بمبلغ يعني أن أنا مثلا أحد ساعة ساعتين ثلاث لكن إذا أنا أستخدم الزوم المجاني يعني حد أقصى 45 دقيقة 40 دقيقة ويكفر من بعدها لازم أسوي اجتماع جديد عساس بس تكونون في الصورة يعني إذا كان مجاني ما رح يتجاوز 45 دقيقة بعدين اتوماتك رح تكفر القاعة ورح يظهر جميع اللي في القاعة طيب إذا لا أنا دافع مبلغ للزوم في مبلغ شهري أنا أدفع في الزوم فهو يعني في هالحال لا يعني ما رح يكفر عندي التوقيت اللي أنا حاطته رح يستمر عليه وهذا طبعا احنا ما تكلمنا عليها في البداية أن إذا حملت الزوم رح يسئل أنت تبغين أن تستخدمينه مجاني أو تبغين تستخدمينه بفلوس مجاني طبعا فيه مميزات لكن أقل من إذا أنت دافع مبلغ عليها من ضمنها التوقيت أن يعني مثلا إذا أنا مجاني ما رح يتجاوز 45 دقيقة وأحيانا فقط 40 دقيقة ويطلعي من الزوم أنا مع الموجودين في القاعة طيب الآن هنا عندي Meeting ID شنو هذي Meeting ID هذا هنا رقم القاعة اللي إحنا الآن جالسين نشتغل فيها الآن مثلا رقم القاعة حق الأستاذ زكي اللي هو حاط لنا اللي أنت وشفتوه في الرابط الرابط اللي أرسلته الأستاذة خلود موجود فيه رقم 3870 49 4814 تقريبا هذا الرقم هذا الرقم القاعة للأستاذ زكي الشعل للقاعة التدريب حق نادر الرياضيات أنا لما أنا آجي أدخل وأسولي رابط للزوم رح يعطيني رقم قاعة جديد كل شخصية لهم رقم قاعة مختلف عن بقية المشتركين في الزوم طيب يقولي هل تبغين هنا عندي اختيارين إما أنا أبقي أظل على نفس الرابط في كل مرة ما يغيرها لي رقم القاعة خلاص أنا أعرف أن رقم قاعة الأستاذة خلود رقمها مثلا واحد رقم قاعة الأستاذة سارة رقمها اثنين رقم قاعة الأستاذ زكي رقمها خمسة تظل على طول ما أنا أشتغل على الزوم هذا هو رقم القاعة ما رح يتغير يعني حتى لو مثلا أنا نسيت مثلا ما أرسلت للأمهات أن بكرة رابط الدرس خلاص هم يعرفون أنه نفس الرابط السابق ما رح يتغير أو يعطيني هنا اختيار ثاني أن مع كل اجتماع مع كل دخول للقاعة أن أنا أسوي رقم جديد طبعا هو اللي رح يحط ينزل لي مش أنا اللي رح أختاره هو الزوم رح ينزل لي الاختيار مباشرة يعطيني مثلا أنا اليوم واحد بكرة رقم القاعة عشرة اللي بعد رح يكون رقم قاعة عشرين طيب بعدين يجي هنا باسورد أنا طبعا إذا ضغطت عليها رح أختار معناته رقم سري إذا لا ما ضغطت عليها رح تكون القاعة من غير رقم سري مثل ما أنت وشفته دخلته مباشرة ما في رقم سري طلبنا لكن إذا أنا أبغي مثلا عندي اجتماع مثلا عندي دورة قدرات أو دورة مثلا درس خاص حق مجموعة خاصة وما أبغى أي أحد يوصل للرابط يدخل عليه فأنا أفعل هنا هذا الأيقونة وأحط أختار أنا الرقم السري اللي أنا أبغاه سهل صعب طبعا السهل عادة لو بنحط يعني حق الصفوف الأولى لو كان شوي صعب معناه حق الصفوف يعني متقدمة عساس يعني ما يتورطان إذا هم ما يعرفون للبرنامج وضعت الرقم السري للقاعة وأختار هل مثلا مطلوب من ضمن الأشياء هل مطلوب أن أنا مثلا يكتب لي الاسم قبل ما يدخل إذا ضغط هذا التفعيل ما رح يدخلون الطلاب إلا إذا يعني كتب لي اسم أو كتب لي الرقم السري أو عرف بنفسه أنا مثلا ليلة السلطان إذا هو ما عرف بنفسه خلاص ما رح يقدر يقدخل القاعة مثل الأسماء الوهمية أحيانا مثلا آيفون لابتوب آيباد أنا طيب ما عرفها يمكن فقط شخصية تبغي تخرب عليه في القاعة بتسالف أو شيء وما رح تستفيد من الدرس أصلا فأنا يكون إجباري إن أنا ما يدخل القاعة إلا إذا عرف بنفسه طيب بعدها هنا عندنا الفيديو هل أنا أبغي مفعل أو لا وهنا مثل ما نحن شايفين قلت لكم أنا هذا قبل إننا نبغي نفعلها للمستضيفين اللي أنا الآن أنتم موجودين هل أخليها تشتغل عندكم أو لا أخليها مطفية أحيانا بعض الدورات إذا أنتم ملاحظين إذا دخلتوها من أول ما تدخلون شوفون الكاميرا تشتغل لأنها مفعل مفعل أنه مثلا بمجرد ما يدخل مثلا أطفال الروضة ستطلع الصورة عندهم ستطلع صورتهم موجودة أبغى أشوفهم أنا طلابي وأحيانا لا يعني من باب التحرز أنه مثلا ما تظهر نساء أو كذا أنا تكون مغلقة إن شاء الله أستاذي فقط نخلص فقط على نقطة الاجتماع ونواكف طيب بعدها الادو اللي هي الصوت نفس الشي أنا أبغي عن طريق سماعة أختار أو أنا رح أتكلم الآن عن طريق الكمبيوتر مباشرة أو أنا رح أتكلم عن طريق التليفون طيب بعدها الكلندر الكلندر اللي هي أنا أختار أنه يحط لي التوقيت جوجل الكلندر رح يختار لي التوقيت عن طريق جوجل ويثبت عندي في المنبه يعني أنا قبل الدورة رح يعطيني إعلان أن أنا خلاص ترى موجود الآن رح يكون عندي إعلان أنه موجود الآن المفترض تدخلين القاعة على أساس رح يبدأ الاجتماع فأنا أدخل عليه بعدها خلاص أضغط وينتهي موضوع الاجتماع أكون كونت لي حصة كأنما خلاص صلنا في هذا التوقيت رح أدخل في هذا التوقيت ويدخلون الطلاب في هذا التوقيت طبعا بمجرد ما أحط الـ ستشوفون هنا هذا الإجتماع الذي ظهر عندي نفس الذي أرسلنا لكم أن تضغطون على هذا الرابط وهذا رقم الاجتماع وهذا رقم الغرفة وتقدرون تدخلون عليه إن شاء الله يكون واضح ووافي والآن معاكم إن شاء الله الأستاذ زاكي رح يشرح لكم بعد بالتفصيل شكرا جزيلا يعطيكم ألف عافية يعطيش العافية أستاذ ليلة مبدعة شكرا جزيلا يعطيش العافية أستاذ بارك الله فيه شكرا على هذه المعلومات القيمة ترجمة نانسي قنقر